حتى الآن الحافلات تتجه إلى مكان إلى أماكن التجمع التي أعلنت عنها الحكومة الأوكرانية في مدينة ماريوبول هناك محاولات لأن تتم أو تبدأ عمليات الإجداء في نقاط التجمع على الساعة الخامسة بتوقيت أوكرانيا بمعنى بعد ساعتين تقريبا من أو ثلاث ساعات تقريبا من الآن حسين ولكن تبقى الحديث عن وجود مناوشات ومعارك في محيط وداخل مصنع أزوفستال تحاول القوات الروسية دخول المصنع وأيضا تستمر عمليات قصف هذا المصنع من خلال المدفعية الموجودة في محيطه بمعنى أن هناك احتمالات بأن تكون أو تتعرق العمليات الإجداء هذه علما بأن الرئيس زلينسكي كان قد قال بأن هناك محاولات لإنجاز إجلاء المدنيين الموجودين داخل المصنع هناك نحو 150 مدنيا فيه منهم سبعة أو ثمانية أطفال حتى الآن بالأمس كان هناك عملية إخراج لثلاثة عشر طفلا موجودين هناك من مجمل عشرين بمعنى أنه بقي هناك سبعة أطفال حتى الآن هذا بخصوص الموجودين هناك عمليا أيضا مباحثات أو مواسطات تجريها دول عذات علاقة قوية مع روسيا على حد التعبير زلينسكي لإجلاء العسكريين أيضا الموجودين هناك بشقيهم المصاب والغير مصاب حسين إذن تفصلنا ثلاث ساعات أو أقل من ثلاث ساعات عمليا حتى موعد الإجلاء الرسمي ولكن كان هناك في الأيام الماضية عراقيل أمام إتمام عمليات الإجلاء هذه لذلك ربما تستمر هذا في هذا اليوم أيضا نعم سلام هناك بعض المراقبين الذين يتحدثون عن مخاوف أوكرانية ربما قبل احتفال روسيا بعيد النصر هذه المخاوف هل هناك مؤشرات عليها بالفعل على أرض الواقع؟ على أرض الواقع ربما يمكن الحديث باستخدام الأرقام حسين قبل أسبوع كان هناك عملية دخول أو عمليات عودة اللاجئين الأوكرانيين من خارج أوكرانيا إلى داخل أوكرانيا والبقاء في الفيف أو حتى إلى مدن أخرى كان هناك رقم بحدود أربعين ألف داخل مقارنة بالخارجين نحو اثنين وثلاثين شخصا خرجوا من البلاد بمعنى أن عملية العودة أكثر من عملية الخروج خلال الأربعة أيام الماضية بحسب إحصاءات حرس الحدود هنا في أوكرانيا التصريحات تقول بأن ثمانية وثلاثين ألف شخصا خرجوا من أوكرانيا مقابل اثنين وثلاثين عادوا إلى أوكرانيا بمعنى أن الآن حركة اللجوء والنزوح إلى الأراضي الفولندية أو ربما إلى دول أخرى حسين زادت خلال هذه الأيام مع زيادة التكاهنات والمخاوف من تاريخ التاسع من مايو هو يوم النصر في روسيا الآن هناك أيضا حديث أو مطالب من زلينسكي بنفسه بأن يتوخى المواطنون الحذر في حال سماعهم صفرات الإنذار عليهم اتباع الإجراءات اللازمة والذهاب إلى الملاجئ عدم الاقتراء أو عدم الخروج منها حتى سماع صفرات الإنذار التي تنذر أو التي تعطي معلومة بانتهاء هذه المخاطر أيضا هناك تصريحات لنائب وزير الداخلية تقول أن نحو خمسة آلاف عنصر أمن سيتم نشرهم في مناطق من البلاد لبسط الأمن خلال هذين اليومين هناك مخاوف يوم الثامن يوم غد وأيضا يوم التاسع من أن يكون هناك عمليات ضرب صاروخية أو استهداف أكثر توسيع رقعة الحرب داخل أوكرانيا وإعلان الحرب الشاملة من قبل روسيا بعد أن كانت قد أعلنت عن معركة خاصة أو عملية خاصة في الأراضي الأوكرانية في الرابع والعشرين من فبراير الماضي وابتدأتها في ذلك التاريخ نحن في اليوم الثاني والسبعين لهذه الحرب علما أن هناك أيضا تكاهنات تقول بأن الرئيس الروسي ربما يعلن انتهاء هذه الحرب بنصر عسكري بإنجازه إتمام احتلال مدينة ماريوبول بالكامل لما فيها مصنع زوفستان لذلك تدور الأقويل عن أن عمليات الإجزاء جرت في هذه الأيام لإنهاء هذه الأزمة ربما يكون هناك تغييرات في هذه النقطة في هذا المجال وبالتالي تكون فعلا روسيا قد أنجزت على الأقل في منطقة ماريوبول ما تريده ولكنها لم تتمكن من إنجاز بقية الخطة في الدنباس لأنها لم تستطيع التمكن من دخول كافة مناطق الإقليم الذي أيضا يتسيطر على بعض مناطقه القوات الأوكرانية حسين نعم سكرنا جزيلا لك على كل هذه المعلومات السلام كيالي مراسل الغد كنت معنا من العاصمة كيف